المجلس العسكري في السودان ضغوطا كثيفة من المحتجين ومن حكومات غربية لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية فيما لا يزال آلاف المتظاهرين معتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم لليوم العاشر على التوالي هذا ودع تجمع المهنيين السودانيين المجلس العسكري الانتقالي إلى الشروع فورا بتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية لعبة الشد والجذب التي يلعبها المجلس العسكري مع المتظاهرين لم تنتهي بعد فبعد الإعلان عن تعيين قائد عام للجيش بدأت قوات من الجيش بإزالة الحواجز التي وضعها المتظاهرون لحماياتهم أثناء اعتصامهم أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم في وقت نستمر به المتظاهرون باحتجاجاتهم وإعلانهم عدم التوقف حتى تنفيذ كثة مطالبهم نطالب الناس بالحضور مجددا فلم ننتهي بعد لم ننتهي بعد ومازلنا على مطالبنا فالثورة لم تنتهي بعد ولم نستسلم حتى الآن قيادات المتظاهرين أشارت إلى استجابة المجلس العسكري لبعض المطالب السابقة بيد أنه لم ينفذ بعد مطالب أخرى لا تقل أهمية وعلى رأسها إعادة هيكلة جهاز المخابرات وعزل النائب العام وحل ميليشيات النظام العسكرية إلى جانب اعتقال البشير ومحاكمته من جانبه أكد المجلس الانتقالي بعد لقائه ممثلي الأحزاب السودانية استعداده للعمل مع جماعات المعارضة لتشكيل حكومة مدنية جديدة في وقت طلب به المتظاهرون بإنشاء مجلس انتقالي يضم شخصيات عسكرية ومدنية بالتساوي ويحكم البلاد لأربعة أعوام بدل المجلس العسكري المنتظر أن يحكم لعامين المتظاهرات المستمرة ومعها رفع سقف المطالبات تبشر ببدء عهد جديد في السودان ليظل السؤال هل يمكنه أن يقود البلاد المستقبل انتقى إليه مواطنوه أم يمكنه أن يكون للجيش فيها رؤية أخرى كما حدث في دول أخرى في المنطقة للتعليق على هذا الموضوع معي هنا في السيديو السيد ولي الدين سليمان أحمد الناشط السياسي السوداني أهلا بك سيد ولي الدين أولا المجلس العسكري قبل ساعات قال إنه لن يفض الاعتصام بالقوة أظن ليلة أمس واليوم هناك أنباء عن محاولات لفضه وهناك حشد للمحتجين لأجل عدم فض الاعتصام ما الذي يجري في السودان عمليا؟ مرحب بك أستاذة ومرحب بكل المشاهدين فعلا القوات المصلحة والمجلس الانتقالي يحاول صباح اليوم أنه يا أخي يحاول يفض الاعتصام لكن الشباب والسوار مستمرين ومصرين لم يفقوا الاعتصام حتى يحقق كل مطالبهم هناك تعينات جديدة وتكليف لمسؤولين عسكريين أيضا في مناصب كثيرة هذا يعني أن المجلس مستمر في خطواته هل الاحتجاج سيستمر؟ ما هي السبل التي يتبنىها النشطاء ومسؤولو الاحتجاج للتصدي لخطوات المجلس الانتقالي؟ المجلس الانتقالي نعم أين يحاول العمن الجديد برضو نفس الوجوه القديمة ما في جديد على الإطلاق لحد تاريخ اللحظة نعم القوش استقال لكن برضو الإنسان الجديد العين برضو من دوية النزام القديمة لذلك قوة التخيير مطلبهم أنه تفكيك الدولة الغنوية أو الدولة العميغة يعني جهاز العمني معصصة قمئية معصصة عنصرية مارس وقتل كثير من النشطة والمقتل المجموعة من العبادة الجماعية والتدخير الإرقي لحياتي كلها جهاز الأمن القديمة صلاح قوش والمقتل يجب تفكيك الجهاز الأمن النزام يعني كان هناك اليوم بعض الاتصالات السياسية والديبلوماسية أجرها المجلس العسكري زيارة للفريق جلال الدين الشيخ زارة أديس أبابا والتقى وزيرة الخارجية أيضا نائب رئيس المجلس الفريق الأول محمد حمدان التقى سفيرة عمليا هولندا في القصر الجمهوري هناك محاولة لكسب ثقة المجتمع الدولي هل برأيك سينجح المجلس الانتقالي في هذه المحاولات؟ المجلس الانتقالي لم ينجح لأن حمدتي هو من دمن الناس اللي عزموا مشكلة في دارفور ومطلوب هو عنده سابقة سابقة صالبة جدا جدا في قليم دارفور من الحرق والعبادة الجماعية والتدهير الإرقي المورسة في دارفور حمدتي مسؤول منه مسؤولية تماما لذلك حمدتي برغم عنه وقف مع الشعب السوداني لكن لا بد أن يكون في مجلس انتقالي يعني حكومة انتقالية من قبل تيوم المحنين ممكن يحاكم حتى حمدتي برد ممكن يحاكم مجلس السلم الأمن الأفريقي أمهل المجلس الانتقالي خمسة عشر يوما ليحول مختلف صلاحياته إلى حكومة مدنية أو يعني إلى الشعب السوداني برأيك هل هذا ضغط كبير ماذا يمثل هذا المجلس بالنسبة للمجلس الانتقالي عمليا المجلس العمن والسلم الأفريقي طبعا هي بيانات بيطلع يعني كل حتى المجتمع الدولي يعني من 2009 و40 مطلوب دوليا لكن ما زال حتى سقطت بين قبل الشعب لذلك الشعب السوداني ما معتمد للمجتمع الدولي كثير فقط معتمد لقوته والشعر والاعتسام دي الضغط الرئيسي المجتمع الدولي كل المجتمع لها مصالحة والاحتمام دائما بمصالحة لذلك دائما الشعب معتمد لقوته وسلاه هي الوحدة والاعتسام أشكرك جزيلا شكرا سيد ولي الدين سليمان أحمد الناشط السياسي السوداني شكرا جزيلا